طب تعرف انت ايه احسن طرق ممكن تلاقي بها منح? اهلا بكم في فيديو جديد في قناة five minute practice معكم خالب موحيد دين والنهاردة هنكمل موضوع الفيديو اللي فات فيديو اللي فات كنا بنتكلم عن المنح بشكل عام ايه هي المنح ايه لازمتها مين بيقدمها للناس بتقدم عليها وهكذا لو ما شفتش الفيديو اللي فات افتح من الايه لفوق دايت وبص علي والنهاردة بقى هكلمكم عن مصادر ممكن نستخدمها عشان نلاقي من خلالها منح انا بقسم المصادر دايت لتلات انواع اول نوع بتلاقي المنحة من خلال جامعة معانة يعني لو انت بس المنوع اللي يكون هسابين مثل عايز تدريس يعني في فبتدخل على الويب سايت بتاع الايو سي وبتلاقي الايو سي ذات نفسها هي اللي عامل المنحة وهي اللي مقدمها بشروطها وبحاجاتها بسلطاتها ببغى من وجهة كله هي اللي ايه اللي عاملها مش جهة معانة يبقى اول نوع بيبقى من خلال الجامعة شخصيا النوع التاني وده بيكون جهة معانة بتقدم المنحة دايت علشان انت تقدر تدريس في جامعة معانة يعني على سبيل المثال آآ كل سنة بيعملوا منحة للبكاريوس للطالبة اللي مخلصة سنوية عامة وبتتعاون مع علشان تعمل المنحة دايت مين هيدفع تكاليف المنحة دي؟ المؤسسة المؤسسة دايت نفسها عبدالله الغرير انسيسا ويرس اميد ايست وزرطة الخرجاء الامريكية اي حاجة من دولة هم اللي بيدفعوا لك المنحة تمام؟ فانت لو انت عارف اسم معين او يعني عارف جهة معانة في الحالة دي بتخش وتسرش عليها وتتبعها ثانية واحدة طب تيجي تقول لي انا بقى ولا عارف اسامي المؤسسات ولا جامعات ولا عندي اي خلفان اي حاجة اعمل اي اولح في نفسي انا بقى اتقل بقى على رزق اكمل انا بعمل ايه؟ وهنا بقى يجي دور رقم 3 او المصدر التالت وهو دي حاجة بيتعرض عليها المنح او اي سواء بقى منحة تدريب وظيفة اي حاجة اي حاجة بتلاقيها على معينة متخصصة في الحاجة دي عندك موقع زي موقع فرصة داوت تقدر من خلاله تلاقي المنح اللي انت عايزها وممكن حاجات ما تبقاش جات على بقى لك اصلا تشوفها ليه؟ بيقدم لك وظيف منح تدريبات اه شغل كل كله 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 نسال كمان موقع زي مرجع موقع مرجع بتلاقي عليه تدريبات ومنح وكل حاجة برضو ممكن تتخيلها زي موقع فرصة بالزبط فالفرصة موجودة كل عليك ان انت بس تبدأ وتاخد خطوة ما توعدش تكسل وتقول بكرا ان شاء الله يوم السبت الساعة ثلاثة بعد العصرة هعملها لا مفيش الكلام ده ابدأ تتوكل على الله يلا يا فاندي ما ابدأ خلينا نفرح بيه طيب واحد يقول لي وانا ازاي بقى لاقي اللي انا عايزه انا اساسا مش عارفة انا عايز ايه هنفترض ان انا واحد لسه مخلص انوية عمى تعالوا خش على فرصة مثلا تدخل على فرصة هتفتح الابليكيشن او هتفتح زي ما انا عامل بابتح الابليكيشن وبسكرول هلاقي اصلا حاجات انا كنت عامل اللي انا مهتمة بيها فدخلت لقيت منح دخلت على المنحة دي هلاقي تفاصيل المنحة مين اللي مقدم المنحة معمولة ليه مدتها قد ايه شروطها ايه عندك كم سنة انت منين كل الكلام ده كله ويقولك في الاخر لمزيد من المعلومات او للتقديم خش على ايه على الويب سايت بتاع المنحة ذات نفسها فتخش على الويب سايت دا وك وتشوف ايه المطلوب ايه الحاجات اللي هم عايزينها المتطلبات بتاعتك ايه الشروط القبول اصلا وكل الكلام دا وتجمعه تبتدي تفلتر المنح في وراء وقلم كده والله دي منحة مناسبة تكتبها كل منحة مناسبة قابلك تكتبها طيب انا مثلا مهتم بالAOC او مهتم بجامعة المستقبل او مهتم بجامعة زويل مهتمة بحاجة معانا وتفر ايه هي فخلاص خش على الويب سايت بتاعها وشوف لو هي بتنزل منح معانا تابعها طيب والله لقيت انها بتنزل منح شوف ايه هي بقى ومتطلباتها ايه وعايزة منك ايه والشروط بتاعتها عشان تبدأ تجهز لها من بدري طيب بلاش كده الجامعة مش بتعمل منح شوف منح من خلال جهة او مؤسسة زي مثلا او السفارة الامريكية طيب ادخل على موقع اميديست وشوف اللي هم عاملينها ادخل عليها شوف المنح اللي معروضة قش على المنحة شوف شروطها شوف موعدها التقديم الشروط كل حاجة واعرفها وزكارها كويس قوي لو هي مناسبة لك قدم فيها طيب بلاش كده خش على موقع زي الموقع بتاع السفارة الامريكية تصيرش عليه كايرو تصيرش عليه عادي وابدأ ادخل هتلاقي عندك مكتوب او الحاجات اللي مفتوحة البرامج اللي مفتوحة ادخل شوف ايه البرامج اللي بيعرضوها دلوقتي ممكن تلاقي ملحة او اتنين فوقات تانية بتلاقي بيوصلوا الخمس منح واكتر قدين اهو قلتلك عليك ازا حاجة يلا تفضل خش وقدم وورمينا شطرتك كده عشان نتفاشخر بيك ونقول ابننا كبر واخد منحة كده دلت التلات انواع من المصادر اللي انا يعني فلترتهم او شايفهم هسيب لكم في لكل الاسماء اللي احنا قلناها وكل المواقع اللي احنا قلناها ولو انت تعرف حاجة اكتبها برضو في كومنت عشان غيرك يستفيد وهكذا. واخيرا وصلنا للجزء بتاع وهو بيقول يعني ايه? يعني كلابي بتنبح. طبعا احنا عافلين ان الاديوم مش معناه كده ولكن المقصوب بيها رجلي وعجعيني جدا جدا جدا. فلما تكون رجلك وعجعك قوي تقول زي مسلا. واخيرا وصلنا نهاية الفيديو بتاع النهاردة. وما تنساش لو الفيديو عجبك دوس لايك وسبسكرايب وشير عشان غيرك يستفيد. وابدأ. اديني وادحتها لك اهو سهلتها لك. كل الفرص موجودة. بس ابدأ اقتنس فرصتك عشان ما فيش فرصة بتيجي لحد عندك. الفرصة عايز اللي يروح لها. انا قلت اه الله ما بلغت الله ما فشت. يلا. سلام. اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة